بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين حديثنا مع حضراتكم عن تسكية النفس وعن مجاهدتها قال ربنا سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال سبحانه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فتسكية النفس هو طريق الفلاح وتسكية النفس هو الطريق إلى الجنة ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وعلمنا فيما سبق أن تسكية النفس فرض عي لأن الجميع يحتاج إلى مجاهدة النفس ويحتاج إلى تسكية النفس ويحتاج إلى الأخلاق الكريمة خاصة في هذا الزمان نحن بحاجة ملحة وضرورية إلى تسكية النفس وهذا علم كسائر العلوم هكذا قال عنه أهل الله وقالوا عنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقال شيخنا أبو الحسن الشازلي رضي الله عنه وأرضاه من لم يتغلغل في علمنا هذا أي في علم تسكية النفس مات مصرا على الكبائر وهو لا يعلم وتأكيدا لهذا الكلام يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني العبادة كل العبادة في مجاهدة النفس العبادة كل العبادة في مجاهدة النفس قد يظن بعض الناس أننا عندما نتكلم عن تسكية النفس نخرج عن الشريعة أو نخرج عن الكتاب والسنة لا يقول الإمام الجنيد عن علم تسكية النفس طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ويقول الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرطاه يقول لمرديه ولأبنائه ولتلاميذه اتبع ولا تبتدع فإن اتبعت أي اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعت الكتاب والسنة واتبعت منهج الله فإن اتبعت سلكت طريق النجاح وصرت من أهل السلامة وإن ابتدعت هلكت هكذا يقول أهل الله عن هذا العلم وفائدة تسكية النفس كما قلنا الوصول إلى الفلاحة قد أفلح من زكاه علمنا هذه الفائدة من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء في قوله اللهم آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام زكها عن نفسه الطاهرة المبرأة من العيوب زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ليس هذا فحسب بل إنه كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفتعي وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم حصينا لما دخل في الإسلام أن يقول هذا الدعاء اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي فالنفس كما وصفها ربنا إن النفس لأمارة بالسوء يقول أهل الله في النفس طبيعتان هما منبع الشر أولها الشهوة والشهوة مبدأ طلب اللزة وسانيها الهوى في النفس طبيعتان هما منبع الشر الشهوة والهوى الفرق بين الشهوة والهوى الشهوة كما يقول أهل الله مبدأ طلب اللزة وهذا ليس حراما أن تطلب اللذة في الحلال مبدأ طلب اللزة منتشر في جميع الأعضاء والجوارح في اللسان الإنسان الذي يحب شهوة الكلام في البط الذي يحب أكل الحرام في الفرج في اليد في العي الذي يشتهي النظر إلى الحرام الشهوة مبدأ طلب اللذة وهذا المبدأ منتشر في جميع الأعضاء ومعنى ذلك أن تستعمل جوارحك وأعضاءك فيما أحل الله وأنت ابتعد عما حرم الله الهوى هو الميل الطبيعي في النفس إلى حب التسلط إلى حب الكبرياء إلى حب الغش والخديعة والكذب ففرق كبير بين الشهوة الذي هو مبدأ طلب اللزة وبين الهوى الذي هو الميل الطبيعي ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلزم هواك لما أمرك الله وأنت ابتعد عما نهى الله عنه نسأل الله التوفيق والسداد والقبول والرشاد قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته